الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولاه أما بعد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أسأل الله السلامة التامة لنا ولكم ولشعبنا وأن يقينا ويقيكم السوء والأمراض بإذنه تعالى تحدثنا وقلنا أنه نظراً لحالة الطوارئ وعدم الانتظام في الدراسة سنلجأ إلى التعلم الإلكتروني لاستكمال المساقات المطلوبة منا بإذن الله تعالى وفي مساق القياس والتقويم التربوي سنتبع الخطوات التي تم ذكرها سابقاً عبر المجموعة حيث سيتم بث ثلاث محاضرات مصورة بواقع أربعين دقيقة لكل محاضرة موزعة على ثلاث أيام من أيام الأسبوع قد تكون السبت والاثنين والأربعاء إن شاء الله سيتم رفع هذه المحاضرات على المجموعة وعلى المودل وسيتم الاحتفاظ بها على جوجل درايف بحيث تصبح مرجع للطالبات فيما بعد بعد الانتهاء من عرض المحاضرات المصورة سيتم رفع العروض المستخدمة في المحاضرة المصورة إضافة إلى بعض الصور والتعينات والاختبارات القصيرة الخاصة بهذه المحاضرة على نظام المودل الخاص بالجامعة الإسلامية وبذلك فإنه على جميع الطالبات تفعيل مساق القياس والتقويم على المودل إن شاء الله لكي يتم تنفيذ التعينات والاختبارات القصيرة وما يطلب من متطلبات اجتياز مساق القياس والتقويم طبعا بما أننا سنستخدم التعلم الإلكتروني ومراعاة لضعف الإنترنت والتيار الكهربائي سيتم تحديد أوقات وألية تسليم التعينات والاختبارات بحيث يتم منح الطالبات وقت أطول بمعنى لو كان التعيين يوم السبت سنطلب تسليم السبت القادم بإذن الله حتى يكون هناك متسع للطالبات لمراجعة الموقع والمودل والإجابة عن التعينات المطلوبة كذلك سيتم التواصل يوميا عبر المجموعة الحوارية على الفيسبوك من خلال طرح أسئلة وتقديم تغذية راجعة مباشرة أو غير مباشرة حول هذه الموضوعات المثارة طبعا هذا يساعد على تنويع الأسئلة برح الأفكار إثارة التفكير تلقي أسئلة وتقديم إجابات النقاش إلى آخره الهدف الأساسي لهذه المجموعة الحوارية هو التواصل باستمرار مع المحاضر ومع الزميلات بمعنى الأسئلة تكون موجهة لنا والاستفادة تكون بين جميع الطالبات حتى يتم التعلم الإلكتروني مطلوب منك حساب على موقع التواصل الاجتماعي والاشتراك في مجموعة المساق تفعيل المساق على المودل والمتابعة المستمرة للمجموعة وحل التعيينات والمشاركة في الحوار والنقاش لكن خلونا في هذه النقطة التفاعل والمشاركة في الحوار والنقاش غالبا لن يكون هناك اختبار نصفي هذا توقع مني وبالتالي سيكون هناك درجات أكبر للمشاركة والحضور وإذا تحدثنا عن المشاركة والحضور فهذا يعني إلزامية أن تكون المشاركات مدونة باسم الطالبة ورقمها الجامعة لأن غالب الأسماء المشتركة أسماء وهمية وغير حقيقية أو صفحات لحساب الوالد أو الوالدة أو الأخ فبالتالي لضمان معرفة الطالبة يجب أن تدون كل مشاركات أو تعليقاتها باسمها ورقمها الجامعة كذلك كل ما سيتم مناقشته سواء على المودل أو على المجموعة سيتم إرفاقه على الصفحة الإلكترونية الخاصة بي إن شاء الله هذا ربطها وسأرفق أنا على المجموعة بإذن الله أن في المحاضرة الأخيرة في الجامعة التي كانت في يوم الأربعاء أربعة مارس 2020 تحدثنا عن الأهداف التعليمية وناقشنا المجال الأول المجال المعرفي بمستوياته الست وتعرفنا على تعريف هذه المستويات وذكرنا أمثلة على صياغة أهداف في هذه المستويات وأفعال يستحب أو يفضل استخدامها في كل مستوى من هذه المستويات وكذلك أفعال لا يحب أو لا يفضل استخدامها في هذه المستويات نظرا لصعوبة قياسها أو لاحتمالها أكثر من تفسير فبالتالي ينصح الإبتعاد عن هذه الأفعال المستويات الستة للمجال المعرفي زي ما نقشناها في المحاضرة المستوى الأول هو مستوى المعرفة أو التذكر وخاص بعملية استرجاع للمفاهيم التعميمات الرياضية العلمية القواعد النظريات يعني عملية استدعاء من الذاكرة لما تم تعلمه سابقا المستوى الثاني مستوى الاستيعاب والفهم وفي هذا المستوى الطالب يكون قادر على استرجاع المفاهيم والتعميمات أو المعرفة المفاهيمية ولكن يصل إلى مستوى أعلى من الاسترجاع أي أنه بحاجة إلى مثلا إجراء عملية تحويل ترجمة شرح تفسير استنتاج استقراء تنبؤ إلى آخر هذه العمليات العقلية التي تدلل على فهم الطالب للمفهوم العلمي أو الرياضي إلى آخر أما المستوى الثالث وهو مستوى التطبيق وفيه يقوم الطالب بتطبيق المفاهيم والحقائق والمبادئ والتعميمات بشكل عام بكل مستوياتها داخل ما تم تعلمه بمعنى تعلم الآن عملية الجمع الآن بده يطبق هذه العملية داخل الرياضيات وخرج الرياضيات درس قانون في الفيزياء بده يطبق هذا القانون في مادة الفيزياء وإلى آخر الدرس قاعدة في اللغة العربية سيطبق هذه القاعدة في المستوى الرابع مستوى التحليل تحدثنا أن في هذا المستوى يقوم الطالب بتفكيك المحتوى العلمي اللي بيدرسه وتحليل العناصر إلى أجزاء زي يفرق، يميز، يقارن أما المستوى الخامس فكان مستوى التركيب وفي هذا المستوى يقوم الطالب بتجميع الأجزاء وتركيبها في كل أو بناء معرفي جديد كأن نقول يصمم الطالب شبكة المكعب يصمم الطالب استوانة قائمة يصمم الطالب نموذج للتقييم أما المستوى السادس وهو أعلى مستويات المجال المعرفي وكان مستوى التقويم أو إصدار الحكم في هذا المستوى الطالب يكون قد أتقن المستويات الخمس السابقة بمعنى لا يصل إلى مستوى التقويم دون استيعاب أو فهم ودون قدر على التطبيق فحتى يصل إلى مستوى التقويم يكون الطالب متمكن من المستويات الخمس السابقة في هذا المستوى عمليات التقويم تكون داخل الموضوع بمعنى معايير داخلية أو خارج الموضوع معايير خارجية كذلك تحدثنا عن بعض الأفعال التي يفضل تجنب استخدامها وفي الأسئلة التي وضعتها على المجموعة كان في بعض الأفعال صعبة القياس إلا أنه البعض منكم صمم على استخدام هذه الأفعال عند تعديل الأخطاء لكن خلينا نشوف مثلا الفعل يعرف وقلنا يعرف يعرف ماذا؟ أي مستوى من مستويات المعرفة؟ يعني مثلا أن يعرف الطالب مفهوم العدد الأولي كيف سنقيس الفعل يعرف؟ ما هو دليل معرفة الطالب؟ وما الذي سيعرفه الطالب عن العدد الأولي؟ لكن الصواب أن نقول أن يعرف الطالب العدد الأولي كذلك أفعال يفهم، يتذكر، يتذوق، يعي، يعتقد، يؤمن، يستمع هذه كلها عمليات داخلية لا يمكن ملاحظتها أو قياسها مباشرة إلا بما ظاهرها الخارجية مثلا في الأسئلة التي وضعت على المجموعة قلنا يتذوق الطالب خمس أبيات من قصيدة كذا الآن يتذوق، هنا الفعل صعب فبالتالي ليفضل عدم استخدامه فرح بعض الطالبات أبقوا على الفعل يتذوق وعدلوا في محتوى الهدف لكن الأدق أن نقول بدل يتذوق أن يسمع الطالب خمس أبيات من كذا وكذا أو أن يسمع الطالب الأبيات للخمس الأولى من قصيدة كذا وكذا كذلك الفعل يوضح أو يبين وحكينا في المحاضرة أن الفعل يبين لأنه يحتمل أكثر من صورة أو أكثر من معنى يفضل عدم استخدامه يبين بالرسم، أو بالتجربة، أو بالكتابة، أو بالشرح، أو بمناقشة مع زميله فتحتمل أكثر من صورة لذلك يفضل عدم استخدام الفعل يبين كذلك تحدثنا أن مستويات المجال المعرفي يمكن رسمها في تسلسل هرمي لأهداف إبلوم المعرفية الأهداف الستة في المجال المعرفي هي لعالم اسمه إبلوم طيب، الآن في مستوى المعرفة هو القاعدة الأساسية لهذا الهرم أي أن الطالب يجب أن يكون ملم بكافة المفاهيم والتعميمات والنظريات لبين قسين المعرفة المفاهمية بشكل كامل حتى ينتقل إلى المستوى الأعلى، مستوى الفهم، ثم مستوى التطبيق، فالتحليل، فالتركيب، فالتقويم وزي ما أنتم شايفين في هذا التسلسل الهرمي، في مستوى التقويم الطالب يجمع المستويات الست في مستوى التركيب يجمع بين خمس مستويات في مستوى التحليل يجمع بين أربع مستويات هذا يقودنا إلى نقطة تم مناقشتها في المحاضرة السابقة إلى أن بعض الأفعال يمكن استخدامها في أكثر من مستوى بمعنى مثلاً زي الفعل يميز أنا ممكن أستخدمه في مستوى الفهم وممكن أستخدم يميز في مستوى التحليل طيب، إنه هو أصلاً استخدمناه في مستوى التحليل فهو طبيعي سيكون في مستوى الفهم هذا السبب أو ممكن نعزو سبب استخدام الفعل في أكثر من مستوى لوجود تداخل عمودي بين مستويات الأهداف زي ما شفنا في الشكل السابق يعني هذه المستويات متداخلة عمودياً بمعنى فالمعنى المراد استخدامه في هذا الفعل قد يجيز لنا استخدامه في مستوى الفهم مثلاً وفي مستوى التحليل أو مستوى آخر طيب، من البد يميز بين هذه الأفعال أو مثلاً استخدم هذا الفعل في هذا المستوى أو هذا المستوى زي ما تحدثنا وسبق أن قلنا يقوم المعلم بتحديد ذلك لأنه الأعلم بما يريد وما يتوقع من طلابه بمعنى أنا ممكن أستخدم يميز بين العدد الأول والزوجي فأنا هانا بدي أستخدم تصنيف، عملية تصنيف بين الأعداد ممكن المعلم تاني يقول أنا بدي أستخدم الفعل يميز بين الدوال الفردية والزوجية فتالي صار في عملية تحليل للدالة حتى نستخلص خواصها وإن ثم نحدد هل هي دالة زوجية أم دالة فردية بذلك إحنا في هذا المقطع القصير أحببت أن يكون عملية تجريب لبث المحاضرات المصورة ومراجعة سريعة لما تم مناقشته في المحاضرة الأخيرة في الجامعة وحتى نضع بعض الملاحظات حول سير عملية التعلم الإلكتروني بإذنه تعالى في مساق القياس والتقويم لكن أنا أعيد التذكير بالنقاط التي ذكرتها في بداية هذه المحاضرة على ضرورة أن تكون أسماء الطالبات أسماء حقيقية وليست وهمية لمساعدتي طبعا في وضع درجات النشاط ولمعرفة الطالبات المشاركات معنا في هذه المحاضرة النقطة الثانية ضرورة تفعيل المساق عبر نظام إدارة التعلم المودل الخاص بالجامعة لأنه سيتم رفع عليه كل المواد التعليمية أول بأول بإذنه تعالى أشكركم وغدا بإذن الله تعالى نبدأ ببث المحاضرة الحادية عشر في هذا الفصل لمساق القياس والتقويم سنستكمل فيها الأهداف في المجال المهاري والمجال الوجداني بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته